والآن نبدأ جلسة المناقشات أدعو فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دورة فلسطين لإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد ورئيس مجلس المزراء للمملكة العربية السعودية أصحاب الجلالة والفخامة القادة ورؤساء الوفود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا وأنا أقول نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عالياً يوحدنا والاحتلال إلى زوال بإذن الله وأنا أخاطبكم اليوم يتعرض شعبنا الفلسطيني لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة لا مثيل لها على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنساني وتخطط كل الخطوط الحمراء في قطاع غزة بقتل وجرح أكثر من أربعين ألفاً من المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ على وعلى تدمير آلاف البيوت على رؤوس ساكنيهم هذا ما يحصل الآن في الشهر الأول فكيف لو حصل العدوان واستمر لأشهر ماذا سيحصل في قطاع غزة يجري هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الضفة الغربية أيضاً والقدس لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيل الغاصب والمستوطنين الإرهابيين إن قلبي يعتصر ألماً وحزناً وغضباً على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس في قطاع غزة وأن عقلي لا يصدق أن هذا يتحدث على مسمع ومرأة من عالم دون وقف فوري لهذه الحرب الوحشية دون وقف فوري لهذه الحرب الوحشية وتجنيب أبناء شعبنا العزل مزيداً من القتل والدمار فإلى متى هذه الاستباحة والاتهاد والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني أنا على يقين بأنكم لن تقبلوا ولن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها اليوم إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن يساندها ويحميها تتحمل المسؤولية كاملة عن قتل وجرح كل طفل وكل امرأة وكل فلسطينياً في هذه الحرب الظالمة وسنلاحق المحتلين في المحافر الدولية وسنحاصبهم ونعاقبهم في المحاكم الدولية وإن ذهبوا لآخر العالم ونشير في هذا الصدد بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي لها التأثير الأكبر على إسرائيل تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي ونطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا نعم نطالب الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأخ صاحب السمو الملكي رئيس القمة الأخوة الأقادة إننا جميعاً أمام لحظة تاريخية وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته من أجل إرساء قواعد السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا وحتى لا تتجدد دوامة العنف مرة أخرى فإننا نؤكد على ما يليه أولاً نطالب مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا وعلى الفور وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وهو أمر ما نرفضه قطعياً ثانياً لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين واستبدالها بتعميق الاستيطان وسياسات الضم والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس وحصار قطاع غزة وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وسنواصل صمودنا في أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة ثالثاً التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهرياً لقطاع غزة الذي لم نتخلى عنه يوماً واحداً وقد بلغ إجمال الموازنة التي أنفقناها في قطاع غزة منذ أحداث 2007 أكثر من 20 مليار دولار وهذا واجبنا وهذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا لضمان تزويدهم بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي رابعاً نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وهذا ما طالبنا به مراراً وتكراراً ولكن مع الأسف الشديد نترك وحدنا أمام العدوان الإسرائيلي نريد حماية دولية واعتماد خطة لتنفيذ سياسي مستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي مئة أربعة وكسعين وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ وهو الأمر الذي تعمل عليه دولة فلسطين وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني خامساً ندعو لحج الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود شعبنا على أرضه وبما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذ قراراتكم بشأن دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القبم العربية السابقة وخاصة في هذه الظروف الدقيقة وكذلك توفير الموارد من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ونأمل أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن ونؤكد بأننا سنواصل برامج الإصلاح في مؤسساتنا ونحن جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيها القدس وفي الختام أشكر القادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخي صاحب السبو الملكي ولي العهد رئيس القمة على استضافة هذه القمة وأشكر أصحاب الجلال والفخام القادة الأشقاء على مواقفهم الأصيلة لدعم شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة والمصيرية ولا يفوتني أن أشكر دول وشعوب العالم التي خرجت لإدانة العدوان وإسناد حقوق شعبنا العادلة والمشروعة وفي ذكرى رحيل القائد الرمز وشأ الشهيد ياسر عرفات نقول لشعبنا هنا باقون هنا صامدون وعائدون وهنا منتصرون بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا